إذن سناب تشات هل تتعافى في الربع الثالث بعد تسجيلها خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام؟ ورغم ذلك قامت بتوزيع ربما مكافآت على المؤسسين جراء هذا الإدراج لم تذوق هذه الشركة طعم الأرباح والنجاحات منذ إدراجها للاكتتاب لكن علينا في البدء أن نقف على توقعات والستريت لنتائج سناب تشات في الربع الثالث والتي ستعلم بعد إغلاق السوق لهذا اليوم خسارة السهم توقعوها ب32 سنت الإرادات ب237 مليون دولار المستخدمون النشطون يوميا إضافة ثمانية ملايين مشترك ليكون الإجمالي 181 مليون ونرى أن هذا العدد ربما هو متواضع أمام المنصات الأخرى فيسبوك وتويتر وغيرها من هذه المنصات متوسط الإرادات للمستخدم الواحد دولار وثلاثة سنتات هذه هي توقعات والستريت لسناب تشات ماذا يجب أن نراقب في نتائج سناب تشات نراقب الإعلانات من الدرجة الأولى لأنها تشكل 96% من إرادات هذه الشركة بعد الإعلانات علينا أن نراقب المستخدمين وهي الميزة التي تعاول عليها سناب تشات بأن لديها قاعدة مستخدمين كبيرة خاصة لمنهم دون سن الثلاثين عاما الذين يقضوا 42 دقيقة يوميا في سناب تشات لكن في المقابل يجب أن نراقب إنستجرام ستوريز التي يقضي فيها المستخدمين حوالي 25 دقيقة يوميا كمنافس رئيس لسناب تشات توقعات التحول للربحية تبقى هي توقعات متشولة بعض الشيء لأن المحللين يقولوا بأن سناب تشات لا تعطي مؤشرات لآلية وعمل الشركة من الداخل وبالتالي إمكانية التوقع لأرباح الشركة المسائل مفهمة ومتشولة إلى حد كبير رغم أنهم قاموا باختطاع بعض الوظائف في الفترة الأخيرة هذا من الممكن أن يقود إلى أرباح إذا كان في مجريات تحسين بيئة العمل ربما والقضاء على التكاليف الكبيرة داخل هذه الشركة إنستجرام ضغطت على سهم سناب تشات بشكل كبير وقوي رأينا أن مارك زوكربير كان قد عرض أن يستحوذ على هذه الشركة دفع مليار وجاء مرة أخرى ودفع ثلاثة مليار لكن الشركة رفضت كل ذلك فعاد باستراتيجية جديدة وهي تطوير إنستجرام حتى يكون منافس لإسناب تشات في إنستجرام ستوريز مقابل 173 مليون مشترك في سناب تشات من هنا يصر حجم الضغط الكبير وهم يستهدف 181 مليون كما قرأنا في التوقعات أداء سهم سناب منذ الاكتتاب العام يتعرض إلى النزول والخسائر الكبيرة فقد 50 في المئة لكنه عاد وتعافى بعض الشيء في الفترة الأخيرة لا ندري ما الذي ستكون عليه نتائج هذا الربع من العام وبالتالي التأثير على الشركة وسهمها موسيقى